السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أحبابي طلاب الصف الخامس وبرك الله فيكم وجزاكم الله خير بإذن الله اليوم بنكمل من حصص التلاوة من سورة الزمر الآيات من 68 إلى 70 الآيات من 68 إلى 70 كما هو موضح أمامكم نبدأ التلاوة بإذن الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونفخ في الصور فصعيق ما في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وغفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون نقف عند هذه الآية وركز معي في نطق بعض الكلمات نبدأ ونفخ في الصور فصعيق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء ثم نفخ فيه أخرى إذا هم قيام ينظرون الآية التي تليها ووضع الكتاب لاحظ معي كلمة جيء طبعا انتفقنا أن الرسم العثماني يختلف عن الرسم الإملائي جيء مكتوبة انظر إلى شكلها في الكتابة الرسم العثماني لكن تنطق وَجِئَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءَ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقَّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَوْفِيت وَوْفِيت إلى هنا ننتهي أحبابي شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته